بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المرسلين نواصل التوتوريال Heat Transfer Chapter 1 Basic of Heat Transfer نشوف سامبل بروبلم 1.2 Cost of Heat Loss Through a Roof الروف عندنا هنا اللي هو سقف هذا المنزل الأبعاد تبعه هي 6 متر 8 متر اللي هي هنا 8 متر والثيكنيس تبعه السماكة تبعه هذا السقف هي 0.25 متر هذا السقف مبني طبعا من الكونكريت يقول لك أنه Thermal Conductivity تبعه 0.8 متر دقري سلسيوس يقول لك أنه في أحد الليالي تم قياس درجة حرارة حرارة داخل الغرفة كانت 15 وخارجها كانت 4 واضح أنه هنا في الشتاء يقول لك خلال 10 ساعات كمية الحرارة اللي حنخسرها عن طريق هذا الروف الrate of heat lost through the roof that night وكم كلفتنا باعتبار أن تكلفة الكيلوات per hour هي 0.08 دولار أولا ما دمنا ودنا نشوف كمية الحرارة المنتقلة عن طريق هذا السطح فلازم نحسب مساحته 6 في 8 اللي هي 48 ونطبق قانون heat by conduction يساوي كي thermal conductivity هنا الarea اللي هي service area اللي حسبناها هنا T1-T2 أو فرق L اللي هي سمك thickness تبع هذا الروف مباشرة بالتعويض النتيجة 1690 وات القسم عالمي يجينا 1.69 كيلو وات هذه هي الكمية الحرارة اللي حنخسارها عن طريق هذا الروف كم تكلفتها طبعا خلال 10 ساعات ودنا نضرب الكمية نفسها اللي كانت عندنا من شوية في 10 يعطينا 16.9 كيلو وات per hour ونضربها في سعر الكيلو وات يجينا 1.35 إذن خلال 10 ساعات سيتم خسارة كم سندفع على هذه الخسارة 1.35 دولار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته